من قدمه للمحكمة حاضر سيدي بابا؟ ايه بنتي؟ شو جابك؟ بدي احكي معاك بموضوع مهم وبترجاك بدي ياك تسمعني للآخر ايه ماشي خير بنتي شو بدك؟ بابا انا اجيت لهون لحتى خبرك انو الخالة فاسوندرا ما دخلها بابا ممكن يكون شخص قريب منه هو اللي عمل هاي العملة شو عصدك؟ قصدي ما بصير تعاقب الخالة فاسوندرا على غلط ارتكبوا حدا تاني بترجاك سيد هارش بانديت نعم صار فيك تتفضل طيب شكرا كتير عفوا معشي استاذ ممتاز شكرا لك رح تتذكر كلامي رح يجيكم طلبات من كل البلد ممتاز حلوة ثقتك بنفسك انا حضرت العرض بفارنسي كان عرض مميز ورائع اتفقنا هلا رح اعتمد عليك دائما لحتى الناقش الميزانية كنت رح اطلب منك هلا انا محتاج لمعروف منك لحتى خليه هذا الحفل ما فيه اخطاء قل لي شو طلبا نانديني استني اعتبرتيني عدوتك وتخليتي عني بس الخالة فاسوندرا بتضل امك معقولة تحطي امك بالسجل بعتتي كل الرسائل من حسابها هي لتسبتي انه الخالة فاسوندرا هي اللي بعتتن انا ما رح اترك امك تتحسب على اغلاطك ومشان هيك انا اجيت لهون لخلي بابا يطالع الخالة فاسوندرا وطبعا بابا رح يفهم كل شي صار ورح يطالع الخالة فاسوندرا ماتري كل ما عم شوفك عم بتدايق فورا وهلا عن جد ما بعرف انتي عن شو عم تحكي بالضبط ما بعرف ليش حاسستك مريضة وبرأيي لازم تروحي عالمشفى وتعملي علاج نفسي بلجت تخبصي بالحكي عن جد نانديني مع انك مكشوفة وبتعرفي انك انتي اللي عملتي هيك لساعتك عم تكذبي علي لهلأ انتي نهيتي كل شي ماشي بس على القليلة خليك يصادق تجاه امك لو سمحتي خلاص انا ما رح خليك ترجع تحاكيني بهي الطريقة فوق اللي عملتيه جاية تزاكي علي لا انتي اللي عم تزاكي علي نانديني انا بدي اكشف حقيقتي وعن قريب كل اللي حواليكي رح يعرفوكي مني حاج ما يتري الانسان يلي ما بيميز الصحة من الغلط ما بيقدر ينصح غيره انه يشوف الصحة انتي فكري شو ما بدك لاني من اليوم ورايح ما عد ردة عليك بشي فهمتي؟ رقم مجهول؟ ألو ألو ميتري ميشرا ايوة عم اتصل من مكتب السيد سردانا انتي اجيتي مشان الاجتماع وتركتي ورائك عندي اي اي صح انا الاستاذ سردانا بدو اياكي على الاجتماع شو؟ انا انا جاية فورا شكرا شكرا كتير شكرا كتير لك لانك اطلعت على العرض اللي قدمته اتصلت فيني مع ناتا انتي حبيت اللي انا قدمته وانا هلأ بدي قعدك سيد سردانا انه مسابقة ملكة الجمال هاي رح تكون افضل حدث بشركتك كلها شكرا لسيقتك فيني تأكد انه كل الناس بهاي المدينة رح يحكوا عن ميتري بتمنى تسمعيني منيح بالاول اي تفضل احكي هذا المشروع كتير كبير لها السبب رح اعمل هذا الشي معك ومع حدا تاني انتي وشخص تاني كمان اخترته اليوم هذا الحدث كبير فرجاء اذا بتسمح لي اعمل هذا الشي مع شخص تاني من اختياري يعني اذا كان في معي حدا من نفس مستواي من التخطيط للتنفيذ بيكون احسن بس اذا انا عرضت عليها الموضوع وطلبت مننا نكون شركاء ما رح توافق مو مشكلة استاز اصلا هذا هو زمن التعاون اذا كنت بدك شخصين بفريقك صدقني انا ما عندي اي مانع بالمرة مين هو الشخص التاني يا ترى السيد هارش بانديت هو انسان جدي مثلك وعنده افكار حلوة الشركة رح تستفيد من خبراته وكفاته هارش بانديت شو عم بيصير هاد الشاب بده يضل يطلعلي بدي اشتغل مع الشخص اللي ماني حاب يشوفه هلأ شو بدي يساوي استاز انا بدي وقت لفكير اذا كنت رح اشترك بهذا المشروع ولا بدي اعتذر عنه من شوي كنت متحمسة كتير لهذا الشغل وقلتي انك معنا خير لشو تراجعتي هلا؟ اذا بدك تشرب ياهوية معي بتضبطيلي اجتماع مع مديرك وبيارب وقت كمان مرحبا بابا